اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فهذه الشجرة ومكوناتها وهذه الشجرة وروائحها العطرية الشاذية اللي موجودة في اوراقها وموجودة في ازهارها وموجودة حتى في ثمارها هذه المكونات ونذكر فاكهة الشتاء بامتياز لانها غنية فيتامين سي فاكهة الشتاء بامتياز لان فيها شيء من السكريات فاكهة الشتاء بامتياز لان فيها ايضا الاحماض الامينية وعلى رأسها حمض الستريك يعني وكل هذه المعاني وكل هذه المكونات اللي موجودة في فاكهة البرتقال بكل اشكال سواء كان يعني الطمسون ولا المندرين ولا كليمونتين ولا كثير من البرتقال المتواجد عندنا خاصة في الجزائر رح يكون له قيمة عالية في جسمنا يعني هذه القيمة عندها علاقة يعني بفوائدنا الصحية والوقائية وبل حتى العلاجية يعني البرتقال والسكريات الموجودة في البرتقال عندها علاقة بجهازنا الهضمي بحيث انك يتاكل البرتقال رح يزيد لك ويساعد لك في عملية الهضم ليه؟ لانه ينشط الخمائر بهذه السكريات الحمضية اللي فيه وخاصة يعني الخمائر تاع المعدة والخمائر تاع يعني الهضمين لانك كين خمائر معينة تنبت وتنتج ولازم نحافظ عليها في المعدة تاعنا هذه الخمائر يعني هي اللي تسبب الهضم فبأكلك لفاكهة البرتقال رح تمد ذلك السكريات الحمضية وذلك السكريات المهمة اللي تنشط هذه الخمائر ومن ثم رح يعني أكلك وتناولك للبرتقال يساعد لك في الهضم كذلك البرتقال عموما هو مشهي هو فاتح للشهية كثير من الناس عندهم مشكلة أنهم ما يكلوش وأن الشهية انتحم مغلوقة ولا أولادهم ما يكلوش يعني بمجرد ما تدخل يعني البرتقال لمنظومتنا الغذائية وخاصة إذا كان بدناه قبل الطعام رح يفتح لك الشهية ورح يخلي الإنسان يأكل وخلي الإنسان يأخذ نصيبه من الغذاء لأن اللي ما يكلش وما يأخذش نصيبه من الغذاء وخاصة في أوقاتها الاستراتيجية اللي هي الصباح ويعني الظهيرة يعني رح يكون مصاب بالنقص ويصاب يعني بقلة النمو ويصاب بقلة الطاقة والنشاط وبالتالي لما تأكل البرتقال رح يفتح لك الشهية رح يكون بمسابة الفاتح يعني كأنه مقبل وكأنه متبل بحيث يخلي يعني الإنسان مقبل على الغذاء وهذه قيمة يعني فالإنسان إذا أقبل على الغذاء رح يقبل على خيره ورح يقبل على فوائده ويقبل على خيره بحيث ما يكونش في جسمها النقص ولذلك فهو مشاهي يعني بامتياز كذلك هو من الأغذية أنتع الوقاية قلنا لأن فيها فيتامين سي وفيها حمض الستريك يعني البرتقال فيه فيتامين سي بنسبة عالية وفيه حمض الستريك بحمضة عالية وهذا من الزوز يدخل في وقايتنا يدخل في جهاز المناع أنتاعنا يدخل في الوسائل اللي يخدم بها الجسم المضادات ويخدم بها الجسم يعني كل ما يتعلق بحمايته وبيقايته وبيعني الصد لهذه الهجوم اللي ناتج على الأمراض من البرد واللي ناتج على الهواء واللي ناتج على الزكام واللي ناتج على أثر يعني الخمائر السيئة واللي ناتج على أثر الجراثيم فالبرتقال مهم من هذه الناحية البرتقال مهم لأنه يعني متكون من هذه المكونات الحيوية والإستراتيجية كذلك يعني البرتقال بوجود فيتامين سي فيتامين سي من ضمن المثبتات للكالسيوم في العظام يعني ساعة ناس يعانوا من هششة العظام بل يعانوا حتى من سقوط الأسنان بل يعانوا حتى من أمراض الفم يعني لوجود اللثة والوجود تساقط الأسنان وهشاشة العظام لسبب التلوء يعني سبب هذك هذك يعني الهشاشة على العظام بحيث تكون مسوسة يعني وجود البرتقال لحمض الستريك ووجود البرتقال لفيتامين سي ويعني قيمة فيتامين سي في تثبيت الكالسيوم على العظام يتصبح عظامك صلبة وتصبح عندك وقاية بل الستريك وحمض الستريك يدخل فيه وقاية اللثة وحماية الفم وإذا كان اللثة محمية والعظام محمية رح يكون الفم منتعك سليم ورح تكون العظام منتعك أيضا سليمة نهيك على وجود الزيوت العطرية اللي موجودة في البرتقال موجودة في الورقة وموجودة في الزهر البيضاء يعني سوى كان في البرتقال أو في الليمون وموجود أيضا حتى في الثمار هذه الزيوت العطرية لها علاقة وقائية ولها علاقة لمضادات الجراثيم ومضادات الفطر ومضادات الفيروس بحيث رح تكون يعني من ضمن معززات كل ما هو وقاية وكل ما هو حماية لأبداننا فالبرتقال كله خير كله وقاية كله حماية كله تنشيط يعني خاصة في هذا الوقت وهذا الفصل البارد اللي محتاجين فيه إلى المدد محتاجين فيه إلى مدد داخلي من الطاقة ومحتاجين فيه مدد وقائي يعني من هذه يعني العطريات اللي موجودة في البرتقال ومن الألوان الزاهية اللي موجودة في البرتقال ومن الطاقة الزاهية المنشطة للخمائر الهضمينية يعني اللي تأدي إلى هضم وإذا أدى إلى الهضم رح يكون الاستفادة القسوة من الطعام نهيك على أنه يفتح الشهية ويخليك تاكل ويخليك تستفيد ويخليك أيضا يعني ما عندك أمراض نقص الغذاء فالبرتقال كله خير في قشرته وكله خير في ورقته وكله خير في ثمرته يعني حتى في الروائح المنبعثة منه يعني أنت تستعمل الأوراق تزانة بل تستعمل حتى القشور تزانة إذا عندك إمكانية الاستخلاص وإمكانية التحويل القشور هذه الكثيرة تقدر تخرج منها مياه عطرية تتعطر بها مياه عطرية تشربها للوقاية تخرج منها زيوت عطرية تصنع منها مضاداتك تصنع منها أدوية للزكام تصنع منها زيوت عطرية للتعطر فتكون لك كلها خير يعني وفيها الطاقة الناتجة على السكريات وفيها فيتامين سي المعزز للوقاية والحماية خاصة من أمراض الزكام بل تسبب حتى يعني صلابة عظامنا بحيث يكون عظامنا صلبة وحتى أسناننا صلبة وحتى فمنا يعني محمي من أمراض اللثة والأمراض الخطيرة واردوا بلكم من أمراض الفم لأنها هي البوابة الأولى للجهاز الهضمي وهي البوابة الأولى يعني لانتقال الأمراض إلى كل أنحاء الجسم فثقافتك الغذائية تحميك ثقافتك الغذائية تعزز يعني اختيارك لأنواع الغذاء وأصناف الغذاء وأوقات الغذاء يعني وخاصة الفاكية عندما تكون في موسمها وعندما تكون موجودة فأنتم لا تترددوش في اقتناء اليوم في هذا الموسم يعني البرتقال بكل أشكاله لأنه مناسب لكم ومن متطلبات حمايتكم ومتطلبات وقيتكم ومتطلبات سحتكم وعلاجكم بل حتى من متطلبات جمالكم لأن فيه معاني الجمال فالبرتقال البرتقال لأنه موجود عند كل بقال والبرتقال البرتقال لأنه اليوم والحمد لله من وفرته رخيص الثمن فهو فرصة لنا لنتناولوه ونخزن بعض المنتجات التحويلية للأوقات اللي مفيهاش البرتقال نحن إن شاء الله في الحصة الرابعة والأخيرة رح نتكلم إن شاء الله على الصناعات التحويلية اللي ممكن نديرها من البرتقال باش تدخل في منظومتنا الغذائية فعلى هذا القدر نحييكم ونستودعكم ونودعكم على أمل إن شاء الله أننا نلتقي في الحساس المقبلة في ثقافتنا الغذائية فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا للمشاهدة